تسلمت مصر رسميا رئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب من دولة المغرب ولمدة عامين حيث تتولى مصر رئاسة المشتركة من الاتحاد الأوروبي وصدفت القاهرة أعمال اجتماع اللجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في دورة الـ 21 بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري شملت فعليات اجتماع اللجنة عددا من الجلسات للدول الأعضاء والتي تتناول العديد من الموضوعات ذات الأهمية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وعلى رأسها التحديات التي تواجه جهود مكافحة الإرهاب في القارة الإفريقية فضلا عن استعراض أهداف وخطة عمل الرئاسة المصرية الأوروبية المشتركة للمنتدى ونشاط مجموعات العمل الفرعية المنبثقة عنه وكذلك خطتها خلال الفترة القادمة